أقف على أنقاد منزل يعود لعائلة الحجازي في حيل جنين شرق رفح جنوبية قطاع غزة هذه المنطقة التي صنفت على أنها آمنة بين قوسين وتم أيضا توجيه المواطنين إلى هذه المناطق بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية الموسعة في مناطق الجنوب والشمال كما تشاهدون هذا المنزل كان يأوي إضافة وعلاوة على سكان هذا المنزل كان يأوي أعداد من النازحين وقضى بين صفوف المواطنين هنا ما بين شهداء وجرحة حتى هذه اللحظة يعني الرقم الأخير حول هذه المجزرة الإسرائيلية لم يرد من وزارة الصحة لكن ما زال هناك مفقودين تحت أنقاد هذا المنزل ربما جار هذا المنزل يروي لنا قصة هذا الانفجار الهائل الذي حل بمنزل عائلة الحجازي وهي ملاصقة تماما لمنزلكم يعني قبل الكاميرا وقبل الحديث على الكاميرا تحدثت لي بأنك أيضا نازح من خان يونس يعني الساعة الثانية بعد منتصف الليل كان القصف الإسرائيلي المباغد على هذه العائلة يعني وصف هذه اللحظة بالتحديد طبعا هذه كارثة زلزال يعني لن تعرف هو زلزال ولا هو الساعة 12 وخمسة والناس نيام استيقظنا على أصوات الصراخ وأصوات الدمار وعندما تزعنا من النوم وجدنا هذا الركام وهذا البيت وبيوتنا اللي هو البيت المجاور له عندي 32 شخص في هذا البيت ساعات ونحن نرفع الأحجار والرماد عن هؤلاء الأبناء واستشهد شخص طفل بريء عمره 7 سنوات في هذا البيت وبعض الإصابات الخفيفة والحمد لله لأفراد أسرتي حوالي عشرة كلهم مصابين ببعض الجروح أو بعض الخدوش أما هذا البيت فكما ذكر في حينه في أول خبر كان حوالي عشر شهداء في هذا البيت وبيت ثاني مجاور له بين البيتين حوالي عشر دقائق فقط أو ربع ساعة كانت هناك عدة انفجارات أو انفجار واحد بالطيران الحربي الإسرائيلي؟ عدة انفجارات حسب ما سمعت أن هذا كان فيه أكثر من انفجار وبعد عشر دقائق أو ربع ساعة تم انفجار ثاني في المبنى الثاني نلاحظة أن المكان مأهول في محيطه بنايات تبعد مترين أو ثلاثة أمتار في أحسن الأحوال في البنازل المحيطة والضرر كما تلاحظون وتشاهدون يعني موجود بالفعل مباني متلاسقة في هذا الحي كل من يتواجد في هذا الحي بتأكيد في منزل وأعداد ويستضيف أعداد من النازحين بالمناسبة يعني الدمار حل في معظم المباني المحيطة في هذا المنزل المقصوف في المناطق التي يسميها الاحتلال الإسرائيلي بين قوسين آمنة وأجبر المواطنين قصرا تحت النيران الإسرائيلية على التوجه إلى هذه المناطق يعني ذكريات أحوال حياة بلحظة يقوم الاحتلال الإسرائيلي بإبادتها بشكل كامل بأشخاصها بشخصها بتفاصيلها يعني بكل تفصيلة في هذا المنزل يقوم ويحكم عليها بالإبادة التامة يعني حتى المعونات التي كانت تدخل ربما للمصور أن يوضح هذه الصورة هي أيضا كانت في مرمى نيران الاحتلال الإسرائيلي بعض المعلبات يعني هذه قصة النازحين الذين ينزحون من منزل إلى منزل وبالتالي يستهدفون بشكل مباشر دون سابق انذار كما كل المجازر التي ترتكب ليلة نهار في كل محافظات قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر